تجربة المستخدم من قرر بناء منزل أول سؤال قد يخطر على باله حتى إن لم يطرحه يعني طرح شفوي فإنه أول سؤال ماذا أحتاج بالضبط يعني هل أنا أحتاج بيت كبير بيت صغير يعني هل أحتاج شقة في عمارة أو في الريف هل أحتاج في المدينة هذه الأسئلة كم عدد الغرف التي أحتاجها مثلا هل أحتاج يعني أن يكون منزل قريب من عملي أو لا هذه الأسئلة ثم يأتي كيف يمكن التنصيق بين الغرف كذلك في مرحل مراحل عليه أن يستعين بمهندس للتخطيط لتخطيط المنزل ثم تأتي مرحلة الألوان والزينة والديكور والتزويق وكل ما تبقى يعني يخص الأثاث وغير اختيار الأثاث مع لون الجدران فإذا نظرنا يعني ماليا في المسألة رعينا واستنتجنا أنه أولا لا يمكن البدء بالزينة قبل المراحل الأخرى وكذلك في تصنيم مواقع وتصنيم التطبيقات فإنه من غير المنصوح البدء بالجانب بالجانب الجرافيك مباشرة عند العمل على تصنيم المواقع وتطبيقات إنما تمر بمراحل هذه المراحل يعني مرحلة مراحل تجربة المستخدم ومكونات تجربة المستخدم تكلم عليها جيسي جيمس جارت في كتابه The Elements of User Experience حدد إطار عمل وحدد مراحل تدرج في تصميم تطبيق أو تصميم موقع المرحلة الأولى هي مرحلة الخطة أو مرحلة التخطيط في هذه المرحلة يجب تحديد انتظارات صاحب المشروع وانتظارات المستخدم يعني ماذا ننتظر من هذا المشروع؟ هذا السؤال يطرح بالنسبة لصاحب المشروع وماذا ينتظر المستخدم من هذا المشروع يعني جانب الإفادة أو جانب الوظائف التي قد يقدمها هذا المشروع للمستخدم المرحلة الثانية هي مرحلة النطاق أو ما يسمى مرحلة محيط العمل يعني يتم في هذه المرحلة تحديد وظائف مميزات المشروع المرحلة الثالثة وهي مرحلة البنية وفي هذه المرحلة الثانية يتم تحديد بني الموقع أو التطبيق حسب نتائج المرحلة سبقتها أي مرحلة النطاق المرحلة الرابعة هي مرحلة الهيكل وفي هذه المرحلة يتم سقل نتائج المرحلة التي تسبقها وخاصة يعني العمل على تنظيم العناصر المرأي المرحلة الأخيرة هي مرحلة الخامسة وهي مرحلة الواجهة يكون فيها الاهتمام على أعطاء تصميم مريح متوافق مع المراحل الأربعة السابقة لاحظ أن هذه المراحل مترابطة ومرتبة يعني لا يمكن أن نمر من مرحلة إلى مرحلة دون العمل التي سبقتها وكذلك نتيجة ونصيحة عدم التسرع والعمل مباشرة على التصميم الواجهة يعني تمر مباشرة للبرامج والعمل مباشرة على تصميم الواجهات الأفضل أن تمر بكل هذه المراحل فمع أول مرحلة وهي مرحلة الخطة يكون الأمر عادة غير مفهوم يعني يكون مشروع غير واضح الوضوح التام ثم إذا وصلنا إلى مرحلة الواجهة يكون واضح جدا وقد نضيع بعض الوقت ولكن نضيع بعض الوقت لعمل جيد أفضل أن نربح الوقت ثم نجد الكثير من الثغارات والكثير من الأخطاء يعني نصر إلى الرجوع ونصر إلى العمل مرة ثانية فهذه المراحلة المهمة الاتباحة لإعطاء تجربة مستخدم جيدة وتكون نافعة للطرفين يعني صاحب المشروع والمستخدم قلنا في البداية أن تجربة المستخدم تشبه البناء تشبه بناء المنزل فكذلك إذا كانت القواعد الأسس التي بنيت عليها تجربة المستخدم تكون قوية فإن هذا فيه منفع للعمل سواء كان تطبيق أو موقع حتى يدوم في الوقت وحتى يكون قوي ويستوعب الضغط هذه إن شاء الله المراحل الخمس هي مراحل مهمة نتكلم في الدروس القادمة إن شاء الله على هذه المراحل بأكثر تفصيل كل تساؤلاتكم مرحب بها ما فيش مشكلة يعني مرحبا بكم في كل وقت لا تنسوا الاشتراك طبعا ولا تنسوا الضغط على زر التنبيه حتى يصلكم كل جديد إلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم اشتركوا في القناة